السلام عليكم. قائمة وكالة التصنيف الاعتمالي الامريكية فيتش اولى امس الاثنين بتغيير تصنيف المغرب على المدى الطويل عند بي بي بلوس مع نظرة مستقبلية مستقرة. وحسب بلاغ الوكالة ففي 28 ابريل 2020 صنفت الوكالة المغرب عند البي بي مع نظرة مستقبلية سيلبيا. وتوضح فيتش ان هذا التصنيف الجديد لعشرين دو جنبير الحالي مدعوم بتاريخ من استقرار الاقتصاد الكلي ينعكس في معدلات تدخم منخفضة نسبيا وتقلب الناتج المحلي الاجمالي قبل الوباء. يضاف الى ذلك حصة معتدلة من الدين الخارجي في اجمال الدين العام واحتياطيات سيولة مريحة نسبيا من النقد الاجنابي. وعلى عكس من ذلك يقول البلاغ يقابل نقاط القوة هذه ضعف مؤشرات التنمية والحكمة وارتفاع الدين العام والميزانية والعجز في الحساب الجاري. وتتوقع وكالة التصنيف ان يتقلص عزج الميزاني الى 6.3% من النتيج المحلي الاجمالي في عام 2021 من 7.7% في عام 2020 بالستناء عائدات الخوصصة. ويرتبط هذا التحسن بالانتعاش الاقتصادي الذي ادى الى انتعاش قوي في الارادات. واضاف البلاغ انه لا يزال الانفاق الحالي مرتفعا بسبب الانفاق على التلقيح والرعاية الصحية. فضلا عن بدأ التوسع في الخدمات الاجتماعية بحيث 0.4% من النتيج المحلي الاجمالي سنة 2021. في اطار المبادرات الجديدة التي تم اطلاقها في العام الماضي بشأن تعميم الحماية الاجتماعية. وتتوقع وكالة فيتش ان ينخفض عزج الميزانية بشكل تدريجي فقط مع زيادة الانفاق على النموذج التنموي الجديد في المغرب. ومع ذلك تتوقع الوكالة ان تظل التزامات الانفاق الجديدة اقل من الهدف السنوي البالغ الاربعة في المية من الناتج المحلي الاجمالي بحول العام الفين وخمسة وعشرين. حيث تسع السلطات الى مواصلة تقليص عزج الميزانية. وتبلغ تكلفة المقدرة للنموذج التنموي الجديد حوالي واحد فاصلة ثلاثة في المية في عام الفين واثنين واثنين وتتوقع فيتش ان تدابير الارادات المخطط لها بما في ذلك توسيع القاعدة الضريبية وتحسين الادارة الضريبية وتقليل التحويلات من المؤسسة العامة ستغطينا فقط النموذج التنموي الجديد جزئيا فقط. شكرا على تتبع والسلام عليكم